المورد الحادي والثلاثون مورد واحد وثلاثون الكامل جزء عشر في صفحة ثلاثمائة وخمسة ثم دخلت سنة أربعة عشرة وستمائة سنة ستمائة واربواطعة شجري ذكروا حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها قال لما عاد الفرنج من حصار الطور أقاموا بعكة إلى أن دخلت سنة خمسة عشرة وستمائة ستمائة واخمسة عشر شجري فساروا في البحر إلى دمياط شمال مصر إلى البحر المتوسط دمياط فساروا في البحر إلى دمياط فوصلوا في صفر فوصلوا في صفر فأرسوا على بر الجيزة بينهم وبين دمياط النيل فإن بعض النيل يصب في البحر المالح عند دمياط وقد بني في النيل برج كبير منيط وجعلوا فيه سلاسل من حديد وقد بني في النيل برج كبير منيط ومدوها في النيل إلى سور دمياط لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح أن تصعد في النيل إلى ديار ولولا هذا البرج وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو لا يقدر أحد على منعها عن أقاص ديار مصر وأدانيها لا يقدر أحد على منعها عن أقاص ديار مصر وأدانيها فلما نزل الفرنج على بر الجيزة وبينهم وبين دمياط النيل بنوا عليه سورة وجعلوا خندق يمنعهم من من يريدهم وشرعوا في قتال من بدمياط وعملوا آلات ومرمات وأبراجا يزعفون بها في المراكب إلى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه وكان البرج مشحونا بالرجال وقد نزل الملك الكامل من هو ابن العادل وقد نزل الملك الكامل ابن الملك العادل وهو صاحب ديار مصر بمنزلة تعرف بالعادلية بالقرب من دمياط والعساكر متصلة من عنده إلى دمياط ليمنع العدو من العبور إلى أراضيها وأدام الفرنج قتال البرج وتابعوه فلم يظفروا منه بشيء وكسرت مرماتهم وآلاتهم ومع هذا فهم ملازمون لقتاله فبقوا كذلك أربعة أشهر لم يقدروا على أخذه أقول هل يا ترى يحاول ابن الأثير في إسلوب كلامه التقليل من صدمة الهزيمة النكراء والخزي والعار الذي لحق بالصلاطين بسبب خيانتهم منهزاميتهم وصراعهم على المال والنفوذ فإنهم فجأة وبدون سابق انذار يذكر أن الفرنج ملك البرج سبحان الله مقاومة وكسروا الفرنج وقتلوا الفرنج وفجأة يقول أخذوا البرج فلما يقول لاحظ مباشرة ينتقل يقول فبقوا كذلك أربعة أشهر ولم يقدروا على أخذه فلما ملكوه قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في النيل ويتحكموا في البر ارتفت جيدا انتقال مفاجئ فنصب الملك الكامل عوض السلاسل جسرا جسرا عظيمة امتنعوا به من سلوك النيل ثم إنهم قاتلوا عليه أيضا قتالا شديدا كثيرا متتابعة حتى قطعوه فلما قطع أخذ الملك الكامل عدة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها في النيل حتى يعيق حركة الأسطول الفرنجي فلما قطع أخذ الملك الكامل عدة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها في النيل فمنعت المراكب من سلوكه فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجا هناك يعرف بالأرزق أو الأزرق كان النيل يجري فيه قديمة فحفروا ذلك الخليج وعمقوه فوق المراكب التي جعلت في النيل وأجروا الماء فيه إلى البحر المالح وأصعدوا مراكبهم فيه إلى موضع يقال له بورة على أرض الجيزة أيضا مقابل المنزل التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك فإنهم لم يكن لهم إليه طريق يقاتلونه فيها كان الدميات تحجز بينهم وبينه فلما صاروا في بورة فلما صاروا في بورة حاذوه فقاتلوه في الماء وزحفوا غير مرة فلم يظفروا بطائل ولم يتغير على أهل على أهل دميات شيء لأن الميرة والأمداد متصلة بهم والنيل يعجز بينهم وبين الفرنج فهم ممتنعون لا يصل إليهم أذى وأبوابها مفتحة وليس عليها من الحصر الضيق ولا ضرر لاحظ كيف هذا يحاول أن يبرر الهزيمة كما بينا سابقا وإلا فعساكر الفرنج التي اقتحمت الحصون والبروج والسلاسل الكبيرة ودخلوا ب سفنهم ومراكبهم وعساكرهم لقتال ابن العادل هل تبقى دميات أصية عليهم وممتنع عليهم ما هذا الكلام